أهلا بكم تعد ظهرة الابتزاز الإلكتروني من الظواهر الخطيرة التي ظهرت بكثرة في السنوات الأخيرة حيث تهدد أمن وسلامة الفرد وكذلك المجتمع الذي نعيش فيه تماما لذا سنصلط الضوء على الجوانب القانونية لجريمة الابتزاز الإلكتروني وما هي عقوبة الابتزاز في بعض الدول العربية لمعرفة ذلك تنضم علينا عبر الأقمار الصناعية أستاذ القانون الخاص المشارك بجامعة تعز ورئيس مركز المرأة والطفل الدكتورة سوسن الحضرمي أهلا وسهلا أسعد الله صباحكم بالخير أهلا وسهلا فيك إذن موضوع مهم للغاية وكثير من الفتيات يعانين من موضوع الابتزاز الإلكتروني تقول إحصاءات أنه في 3000 في يمنية طلبت المساعدة إثر تعرضها لابتزاز الإلكتروني خلال الثلاث السنوات السابقة واليمان رغم أنها مصادقة على القانون الدولي المصنف لابتزاز الإلكتروني كجريمة ولكن هناك أيضا ازدياد لحالات الابتزاز الإلكتروني ما هي الأسباب برأيك؟ طبعا إذا قلنا فعلا أن هناك 3000 حالة إبلاق أو حالة ابتزاز إلكتروني وقد يعد لأسباب كثيرة أولا قد تكون هذه الأعداد لم تصل إلى جهات الاختصاص وبالتالي لم تقوم بالإبلاغ هذا أولا قد تكون من هذه الحالة ثانيا قد تكون كثير من البلاغات يتم أو التنازل عنها قبل تحويلها إلى النيابة كثير من هذه الأسباب تعود الخوف أيضا من المجتمع ووصمة العار وبالتالي تجد أنه أحيانا تكون تحت ضغط أسري وخوفا من المجتمع وبالتالي هذه الحالات أو التي تم الإعلان عنها أو تم الرصد لها لم تصل إلى أروقة المحاكم وبالتالي للأسف الشديد بالإضافة إلى القانون أو عدم التقى بين المواطن وبين الجهات المعنية جهات الاختصاص وبالتالي هذه هي من الأسباب إلى جانب طبعا هناك قصور تشريعي في القوانين الخاصة في قرائم الابتزاز الإلكتروني نعم طيب يعني دكتورة سوسن من 3000 حالة بداية كم حالة وصلت إلى الأجهزة الأمنية وكيف تعاملت معها الأجهزة الأمنية وكنت تحدثت أنه في كثير من القضايا تم إغلاقها بسبب وصمة العار يعني هذه الملفات التي تم إغلاقها أيضا بالوساطات والصلح كيف كان يجب التعامل معها إذن ولماذا تم أصلا إغلاقها هو أولا لا يمكن إغلاقها من قبل السلطة المعنية لذلك إذا قلنا فعلا هناك بلاغات مثلا إلى سلطة الاختصاص لا يتم إغلاقها من قبله ولكن يتم إغلاق من قبل المبلغ نفسه أو أسرتها هذا أولا ثانيا هناك حصلوا أن ألتقيتوا مع هذا القضاء هناك حالات تم الرصد لها ولكن نادرة جدا حيث وصلت إلى المحاكم يعني نادرة جدا في العلمين فيها الحكم كم حالة وصلت إلى المحاكم والله حسب ما وصلني يعني تقريبا حالتين يعني من أحد القضايا يعني هذا كان قبل كم سنة قريبا وكان فيها الحكم طبعا لأنه مشكلة للنساء أو مشكلة المعرض الضحايا يتم الإبلاغ وتم توصول هذه القضايا إلى المحاكم تمام دكتورة يعني النصوص العقابية الموجودة في القانون اليمني واحد لجأ للقانون اليمني هي ليست ربما عقوبات خاصة بالجرائم الالكترونية ولكنها عقوبات عامة إلى أي مدى تكفي هذه النصوص العقابية التقليدية الموجودة في القانون اليمني حتى تواجه الجرائم الالكترونية طبعا كما قلت قبل شوية هناك فراغ أو هناك تقصير في أو نقص في التشريع الخاص بالجرائم الالكتروني في اليمن طبعا لا يوجد قانون خاص بالابتزاز الالكتروني ولا قانون لمقافحة الجرائم بشكل عام قانون الجرائم والعقوبات تضمن فقط بعض النصوص القانونية التي تتحدث أو تشير إلى بعض مثل هذه الابتزازات مثلا في حالة الابتزاز فقط مادة واحدة التي هي المادة 313 التي أشارت إلى الابتزاز وحددت حتى في العقوبة كانت لا تزيد عن الخمس سنوات لا تتقاوز الخمس سنوات والغرامة ولكن هناك أيضا بعض النصوص القانونية مثل المادة 254 والمادة 156 والمادة 57 التي تتحدث عن أو تتضمن بخصوص التهديد أو النشر في حالة وانتهاك الحرمة الخاصة نعم طيب دكتورة سوسن ومشاهدين الأكارم نروحنا وانتوا إلى تقرير عده الزملاء في صباحكم أجمل يتحدث عن الجرائم الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني ثم نعيد لاستكمال حديثة معك دكتورة سوسن تتسع ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في اليمن بشكل مخيف حيث أصبحت آلاف نساء ضحايا لشبكات الابتزاز فخلال أقل من ثلاثة سنوات تجاوز عدد الحالات التي طلبت المساعدة لمواجهة الاستغلال وكذلك الابتزاز الإلكتروني أكثر من ثلاثة آلاف حالة بحسب منظمة محلية وتنشط عصابات الابتزاز الإلكتروني في عدد من المحافظات اليمنية وتتصدر صنعاء قائمة تواجد هذه العصابات وتليها مدينة عدن وآب وطرق هذه العصابات في الحصول على الصور الضحايا وابتزازهم كثيرة أبرزها التي تتم عبر نساء منخرطات معهم مهمتها القيام بنسخ صور الضحايا وبياناتها الشخصية ويحصل البعض على هذه الصور أيضا والبيانات من خلال اختراق حسابات وهواتف الضحية مؤخرا أقدمت إحدى الناشطات على محاولة الانتحار بسبب ابتزازها من قبل عناصر استطاعت الوصول إلى صورها وبياناتها الشخصية لتقوم بتهديتها بهدف ابتزازها ترقض الضحايا في مستشفى الثورة منذ محاولة الانتحار بينما ألقت الشرطة القفض على أحد المتهمين في القضية ولا زالت تلاحق باقي المتهمين الأسر وضحايا الابتزاز بأن يكون هناك تعاون من قبل هذه الأسر واحتواء والتعامل مع هذه القضايا على أن هنا ضحايا وليس متهمات الإفلات من العقاب شجع بعض الأشخاص والعصابات على تمادي والاستمرار في ممارسة الجريمة وكلما وقفت الأسر إلى جانب الضحية في مقاضات المبتز ساهم ذلك في الحد من هذه الظاهرة قضايا الابتزاز الإلكتروني أصبحت شائعة جدا في فترة الأخيرة في قضايا طبعا تصلنا كجهات قانونية وفي قضايا يظل الأهل متحفظين خوفا من السمعة كوننا مجتمع محافظ مجتمع متشدد أغلب القضايا طبعا الأمانة التي تصل إلينا مجهود من أشخاص لهم خبر بالقوانب الإلكترونية تعاونوا معنا بشكل كبير معنا قوانب حتى بالقانب الأمني يصنف القانون الدولي الذي صادقت عليه اليمن الابتزاز الإلكتروني كجريمة يحاسب مرتكبوها بالسجن أو التعويض أو الاثنين معا وبالإضافة إلى علاج الضحية وإعادة تأهيلها نفسيا نعم إذن تبعنا وإياك هذا التقرير حول الابتزاز الإلكتروني وكان هناك حالة قريبة تعرضت لالابتزاز الإلكتروني ورغم لجوءها للجهات المعنية لكنها لم تبط في الأمر مضطرها إلى محاولة الانتحار ما الأسباب؟ لم يكن هناك وساطات تدخلت في الموضوع وكان الأمر ربما حتى سريا إلى حد ما تدخلت جهات في محاولة إنقاذ الفتاة ومحامين ولكن لم يكن هناك أي محاولة حتى تحولت القضية إلى رأي عام يعني تحركت الجهات الأمنية ما الأسباب؟ طبعا للأسف الشديد قضية سارة علوان نعم تفضلي قضية سارة علوان فعلا حركت الشارع اليمني بشكل عام ليس في تقزيز فقط ولكن في اليمن بشكل عام وخارج اليمن أيضا ما حصل لسارة علوان بحسب معرفتنا وهي طبعا ناشطة مجتمعية إنه فعلا قبل فترة تقريبا أكثر من ثمانية أشهر تم الإبلاغ عن حالة الابتزاز ولكن تم توقيف القضية هذا حسب ما كنت عارفة لكن وعادت مرة أخرى بالإبلاغ عنها ولكن قد يكون فعلا لم توقض هناك وساطات ولكن بحسب معرفتي فعلا أنه هناك كان تحرك ولكن سارة وصلت إلى مرحلة عدم التقى وبسلطات المعنية طبعا نحن عارفين أن الجهات المعنية خاصة أحيانا قد يكون المبتز في منطقة أخرى يتصعب أيضا الوصول إليها أنا لا أبرر الجهات الاختصاص ولكن أيضا قد يكون هناك في تقاعص قد يكون فعلا لكن في النهاية هناك أسباب برضو عدة العبدور في عدم الوصول إلى المبتز منها أحيانا شركة الاتصالات طبعا نحن عارفين أن مقرها صنعها ثانيا الوصول إلى المبتز قد يكون في محافظة أخرى وكثير من الأسباب قضية سارة علوان كانت وإن كانت هي أتخذت طبعا الخيار الأسوأ من هذه بإقدامها للانتحار هذا لا يعني أنه لا توجد هناك جهة اختصاص أو لا توجد هناك سلطة ممكن أن تأخذ حقا ولكن مثل سارة الآن طبعا كان في توقف من قبل الأب بضرورة مواصلة القضية وفعلا كما قلت أنه تم القابض على أحد المبتزين وهناك آخر أخرى يعني فتاة برضو وهي قارتها وهذه طبعا سارة علوان تختلف عن القضايا قضايا الابتزاز الأخرى الذي ممكن يكون هناك فعلا مبتز مباشر قضية سارة علوان كانت محاولة أو سرقة فلاشتها وبالتالي هذه تعتبر من حرمة المكان أو الحال البيئة التي تعيش فيها سارة وهي سرقة الفلاشة من بيتها طبعا الآن فعلا قضية سارة علوان صارت قضية رأي عام الكل يطالب على ضرورة أنه هناك يكون في قوانين قوانين فعلا أولا لمكافحة الانتزاز الالكتروني وبشكل عام كما قلنا قانون مكافحة القرائم الالكترونية أيضا لابد أن يكون هناك إنشاء وحدات أنا طالبت فعلا ونحن نطالب أن نؤكد على ضرورة انتزار القانون إلى جانب هناك لابد أن تكون هناك إنشاء وحدات خاصة تابعة لوزارة الداخلية لاستقبال الشكاوى والإبلاغ عنها وفي كل المحافظات لابد أن تكون هناك دائرة خاصة أيضا تكون هناك ضابط أو ضباط من العنصر النسوي في سلطات الضبط القضائي خاصة على تكون هناك ريحة المواطن أو الفتاة أو المرأة بشكل عام لا توجد ثقة بينها وبين سلطة مثل البحث الجنائي في هذا الجانب بالتالي تتخوف أحيانا من اللقوء إليها بالرغم أن هناك ضوابط موجودة بالحفظ على السرية التقينا في أكثر من مرة مع شباب من سلطات الضبط القضائي وعملنا على أساس التوعي وعملنا لقاءات برضو كمنظمات مجتمع مدني بضرورة الإعلان وضرورة عدم الصمت حول قرائمة الابتزاز الأكتروني قضية سارة علوان فقرت فعلا الوضع أو الشارع على أساس على ضرورة إصدار قانون لأنه عندما لا يوجد قانون لا توجد عقوبة وبالتالي هناك لا يوجد رادع أو لا يمكن القبض مثلا وبالتالي عندما يكون قانون هناك هناك قد القانون طبعا ينظم سلوك الأفراد القانون يفرض قزاء على الأفراد المخالفين لهذه القواعد القانونية وبالتالي القانون ضرورة حتمية وسرعة يعني نحن نطالب بسرعة الإصدار لهذا القانون لأنه كفا يعني اللي يحصل كفا يعني بناتنا معرضين للابتزاز نحن نفسنا معرضين للابتزاز لا يوجد شيء آمن الآن في العالم التكنولوجيا يعني وبالتالي ضرورة أنه يكون هناك تدخل وتدخل فوري صحيح طيب يعني دكتورة هي سارة بما أنها ناشطة أصلا وكانت شغالة لفترة طويلة جدا فيما يتعلق بالأيتام فظهرت قضيتها بحكم أنها ملامسة للوسط الإعلامي خصوصا داخل السوشال ميديا هي قضية من بين ثلاثة ألف قضية حاب نعرف أيضا فيما يتعلق بقضية سارة إذن ما هي الإجراءة العقابية التي ستبت لمحاكمة ومحاسبة يعني الناس المتسببين بهذه القضية التي أدت إلى محاولة سارة إلى الانتحار الخطوة التي قامت فيها سارة علوان التي هي الإقدام على الانتحار وأصبحت بدل المجتمع اليمني عندنا للأسف ينظر إلى المرأة خاصة لا ينظر لها كضحية لا ينظر لها كضحية وبالتالي ما قدمت عليه سارة علوان فقر هذا الموقف وطبعا حتى وإن كانت الآن اتخاذ الإقراءات القانونية من حين خلال البحثة الجناية بالتحري ومن ثم تحبيلها إلى المحاكمة أكيد والعقوبة طبعا في مثل هذه الحالات من خلال البتزاز والتهديد تصل أحيانا إلى خمس سنوات أول غرام وإن كان العقوبة هذه لا تتناسب مع الحكم الجريمة التي حصلت نعم طيب لو تحدثت عن خوف المرأة من الأهل ومن الإبلاغ حتى بحد ذاته وخوفها أيضا من انتشار ربما هذا الموضوع الذي بيأثر عليها نفسيا كثير من الفتيات يخفنا من أهل ومن ردة فعل الأهل عند حديثها من أنها تتعرض للتزاز أكثر من خوفها أحيانا من المبتز حدثين عن دور الأهالي في تطمين أهلهم أو في تطمين بناتهم وربما حتى هذا التطمين سيساعد هذه الفتاة وربما كثير من الأفكار الانتحارية لن تكون موجودة في خاطرها إذا كانت مثلا الأهل وجدت الدعم من هؤلاء الأهل طبعا الأهل لهم دور كبير في مثل هذه الحالات نحن دائما نشدد على أنه لا بد أن الأهل تحتوي الفتاة في مثل هذه القضايا ضروري أن تكون هناك ثقة قوية بين الفتاة وبين الأسرة ضروري أن يكون هناك للأسف الشديد الآن نحن في فترة من الفترات صار في بعد أسري بين أفراد الأسرة الواحدة الأخ لا يقلس معه الأخت الأب بعيد عن الإبنة الأم بعيدة أيضا عن القانو بالتالي لابد أن تكون الأسرة في مثل هذه الحالات وإن كانت ضروري الاستماع إلى الفتاة ومشاكل هذه الفتاة وأيضا تطمينها باللقو هناك قضايا حصلت فعلا أنه أحيانا قامت أحد الفتيات بالإبلاغ أهلها ونتيجة سرقة هاتفها وهي أثناء التصوير طبعا عن مرور دراجة وتم الإبتزاز منها وبالتالي تم الإبلاغ عنها ومتابعة المتهم إلى أن وصلوا وبالتالي عندما تمت فعلا عندما تكون الأسرة موجودة ممكن تكون سرعة الحل يعني وجود حلول سريعة وأيضا المتابعة تكون بشكل أكثر وبالتالي دور الأسرة كبير ومهم في مسألة احتواء الفتاة وتطمينها وعدمها نحن مجتمع للأسف الشديد مجتمع ذكوري البنت صارت تخاف من التقاه أو الإبلاغ الأسرة وبالتالي خوفا من رد فعل الأسرة وبالتالي تحاول أحيانا أن تحل هذه الموضوع أو تحل هذه الظاهرة لها أو قضية التي تعرضت لها بليها لها أو عن طريق صديقة لها وهناك تكون أحيانا عدم اتخاذ الطريق الصحيح وبالتالي لابد أن تكون الأسرة موجودة في مثل هذه الحالات ولابد أيضا أن تطمئن هذه الفتاة ولابد أن تكون هناك توجه بشكل عام كانت من الأسرة والفتاة معا إلى الجهة الاختصاص نعم دكتورة سوسن أثناء متابعتنا لقضية الناشطة صار علوان تحدث بعض الناشطين المتابعين لهذه القضايا أن هناك العديد من النساء ممن تعرضنا للابتزاز وانتهى بهند المطاف بالانتحار في ظل رفض أهاليهن تبريغ الجهة الأمنية وحتى الإفساح عن أي تفاصيل لماذا تقدم المرأة على هذه الخطوة وما هو دور أيضا المراكز والمنظمات المحلية المتخصصة بالمرأة في حلها كذا قضايا كما قلت أن هناك سارة مثلا أو غير سارة الخوف من اللقوء إلى الجهة الاختصاص عدم تقى بين الفتاة أو بين المواطن وقهة الاختصاص خوفا من أحيانا من التجديد أو من المتابعة أو الفضيحة وبالتالي هناك لا تلقى الفتاة إلى هذه الجهة الاختصاص هل حصل وتم التشهير بأي فتاة قدمت إلى أحد المراكز المتخصصة بقضايا المرأة ووصلت قضيتها اللي كانت يفترض أنها خفية من غير ما يعرف أهاليها أو حتى يعرف المتسبب بهذه الجريمة حتى يتم حلها سكتة خوفا من العرب وخوفا من المجتمع هل وصل أنه في قضية من هذه القضايا انتشرت وخرجت من أدراج المراكز المتخصصة بالمرأة؟ كما قلت نحن لم تصلنا أغلب من منظمات المجتمع المدني إذا وصلت فعلا للمنظمة نفسها أو أي جهة كانت لا تستطيع أن تقوم هي بالإبلاغ أو للجومة للجهة الاختصاص ما لم الفتاة الضحية نفسها راغبة في هذا الشيء وبالتالي أحيانا النساء يتخوف من اللجوء إلى جهة الاختصاص وبالتالي أحيانا نفسها الفتاة تتوقف عن المتابعة القضايا وتنتهي هذه القضية في الأدراج ولكن إذا وصلت فعلا إلى جهة الاختصاص هناك متابعة كما قلت هناك حالات تمت في إدارة البحث الجنيف في القبضة على كثير من المبتزين وإن كان العدد ليس بالعدد الكبير ولكن هناك عدد لا باس به وبالتالي لابد أن كل فتاة تتعرض لأين كانت محاولة ابتزاز لا يجب عليها أن لا تقوم بمطاوعة المبتز وإعطاء أين كانت طبعا مبالغ أو غيرا من الأمور وبالتالي لابد أن الجهات المعنية تقوم بواقبها في التحري ومتابعة تحويل القضية إلى المحكمة طب بعد ما مرت سنوات كثير على مطالبة السلطات إنها تقر قوانين لتنظيم النشر الإلكتروني أو للحد من الابتزاز الإلكتروني أو لمعاقبة الجرائم الإلكترونية ومنها الابتزاز هل حدثة سارة علوان ستكفي للالتفات بجدية هذه المطالب أم يجب أن يكون هناك ضحايا جدد ومحاولة انتحار جديدة حتى تلتفت السلطات لهذه المطالب أعتقد أننا في مجتمع للأسف الشديد ينتظر مثل هذه الحالات وينتظر مثل هذه الثورة التي حاصلة في قضية سارة علوان وبالتالي لا بد أن السلطات المعنية لا بد أن تلتفت فعلا هناك نحن في شبكة التضامن النسوي صادرين بيان على جميع موقعين كثير من النساء حول ضرورة إصدار هذا القانون لأنه فعلا للحد من هذه القرائم الإلكتروني ومنها الابتزاز الإلكتروني لا بد أن أعتقد في قضية سارة علوان وما نحن فيه اليوم قد يحدث فعلا خطوة إيقابية من الاتفاة ونحن ما زلنا نشدد على ضرورة إصدار قانون لمكافحة القرائم الآن المجتمع كامل تقريبا الدول العربية من 2004 لديها قوانين في مكافحة القرائم الإلكترونية ونحن في 2022 إلى اليوم نتعرض لكثير من الانتهاكات وللأسف الشديد لا يوجد لدينا قانون يحمي النساء ولا يوجد قانون خاص لمكافحة العنف ولا يوجد وكثير من القوانين وذلك يعود إلى توقف أو المجلس التشريعي عن عماله وهذه كارتك إذا ما لم يقوم نحن طبعا الآن الاتزاز الإلكتروني حديث العصر وبالتالي لا بد أن تكون هناك قوانين تناسب هذه الدولة من القانون قرائم العقوبات صادر في 1994 حوالي 18 سنة إلى اليوم وهي نفس النصوص الموجودة قانون قرائم الإبتزاز الإلكتروني وإن كانت القانون القرائم والعقوبات شمل فقط مادة الإبتزاز ولم يحددها بإبتزاز إلكتروني الآن الإبتزاز الإلكتروني نتيجة استخدام التكنولوجيا والعصر وبالتالي لا بد أن تكون هناك قوانين تتناسب مع المتغيرات الحاصلة في المجتمع والتطورات الحاصلة في المجتمع نحن لا زلنا نعيش في قوانين للأسف قديمة أو وبالية ولا تتواكب ولا يوجد أيضا نصوص رادعة للتصدي مثل هذه القرائم نعم يعني مؤخرا دكتورة سوسن اليمن شارك في المؤتمر الخاص بالأون السبراني في المملكة الأردنية الحاشمية أنا مش عارف هل هذه القوانين كلها والمشاركات التي تتم بالشاركة مع الدول العربية هل نقلت شيئا من هذه القوانين الآن موجودة هذه القوانين في مجلس الوزراء مجلس النواب مثلا هل سيتم تفعيلها في الوقت القريب يعني ما هي الإجراءات الموجودة والتي حتى لو مستقبلا سيتم القيام بها يا عزيزي نحن ما شاء الله كحقومة مشاركة دائما في المؤتمرات واللقاءات الدولية لكن للأسف على الواقع لا تترقم هذه المتوصيات التي تخرج فيها في تنفيذها مثلا على الواقع اليمن مسادق على كثير من الاتفاقيات الدولية ولكن القوانين عندنا لا توجد لمواكبة هذه التشريعات والقوانين نحن نعيش مع احترام الشديد في لا دولة حاليا نريد نحن فعلا أن أولا الحكومة تقوم بواقبها في مثل هذه التصدي وزارة الاتصالات في مثل هذه القرائم لا بد أن تكون تنشأ وحدة لإبلاغ عن هذه القرائم والتالي نحن الآن لا اليوم نحن شبكة الاتصالات تدار من صنعاء كثير من القضايا يجب على الحكومة حكومة الكفاءات أن تقوم بواقبها كما يجب حكومة للأسف الشديد كثير من الأشياء التي نحن كمواطنين متأثرين فعلا ويحز في النفس أن نحن كقانونيين أيضا كحقوقيين أن نحن نوصل إلى مطالبة علنا عن طريقة التلفزيون أو عن طريقة الإنترنت في هذا وبالرغم أنه واقب على الدولة نفسها أن تقوم بمثل هذه التدابير نعم أتمنى بالفعل من السلطات المعنية القيام بكل هذه التدابير لحماية النساء أو اللائية تعرضنا للابتزاز ونشكرك جزيلا شكرا على تواجدك معنا رئيس مركز المرأة والطفلة دكتورة سوسن الحضرمي شكرا جزيلا لك يعطيك العافية ويعافيك حبيبي شكرا جزيلا